اه امبارح او اول امبارح طبعا صديق العزيز الكابتن سهل عب حفيز اللي انا رحية بقى وكني له كل احترام وتقدير لمهنته لان هو مهني من الدرجة الاولى لكن لا ما يعني ان في حاجات تفلت منه خاصة باللوائح شوية يعني لانها مش انفولفت قوي في الحتة بتاعت لوائح وهو الداخلية يعني هو قال ايه على موضوع الكهرباء وده كتب في كل مواقع مصر قال انه في نادي دخل على السيستم واستعلم عن كهرباء والنادي ده كان بيقصد هذا الفعل عشان يعطل استخراج البطاقة الدولية لكهرباء 15 يوم وطالب اتحاد الكورد هو يوقع عقوبة رضيع على هذا النادي وانه هو يصل هذه العقوبة ربما الى خاص من قط منه لهذا السلوك طبعا دي كلها قصة اتحكيت للكابتن سيدين وحد قاله حد حكاله وفصر له هذه اللوائح ولكن حقيقة اللي حكاله ده ما عندوش فكرة اطلاقا عن اللوائح ليه؟ السيستم اكابتن سيد اللي بنتكلم عليه ده اللي هو TMS TMS يعني ايه؟ T يعني transfer M matching وطبعا S system يبقى transfer matching system transfer matching system ده عامله الاتحاد الدولي لكل الانتقالات اللي بتحصل ما بين الدول يعني ما بين دولة ودولة نادي مثلا افيش البرتغالي والنادي الاهلي المصري من البرتغال لمصر نادي مش عارف ايه ميلا لنادي جالاكسي الامريكاني على ابراهيم وفيتش اللي اتنقل يعني وهكذا يعني ده ما فيوش استعلام اساسا يعني ما فيوش حاجة فيه اسمها حد يخش ويستعلم هذا system مش ما فيوش هذه الخاصية على الاطلاق لكن اللي حكالك حكالك على system المصري احنا عندنا تعامل وحية لازم قدي الفضل لاصحابه بعد المولى سبحانه وتعالى ايام الاستاذ جمال علام والحج محمود الشامي والاستاذ المحترم وليد العطار من ثلاث سنين عملولنا نظام روعة 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 النظام الدولي ده اسمه ايه؟ TMS النظام المحلي اسمه CMS CMS ده ما انا برضو بفاهمك يا كوتش خليك معايا CMS ده كان زمان واحد مثلا سي نادي الزمالك عايز مثلا لاعب من المنصور كان المندوب يروح ياخد بعضه وماما ان الزمالك يسافر على الدأهلية يروح على منطقة الدأهلية وياخد استعلام من المنطقة ويرجع بينه الاتحاد الكرة اتحاد الكرة يعتمد هذا الاستعلام يرجع تاني ياخد الاوراق من المنصورة قصة جبارة فالتلاتة اللي انا قلت عليهم يرجع عليهم الفضل بعد المولى ساز جمال علام حج محمود الشامي ساز وليد العطار مدير التنفيذ الحالي الناجح لاتحاد الكرة بيحصل فيه ايه بقى سيم اس ده كابتن سيد حضرتك في النادي الاهلي عايز لعب من نادي الزمالك بتقوم عامل على السيستم لمنطقة الجيزة هل اللاعب ده مقيد في حتة انت بتستعلم بتستعلم بتقوم منطقة الجيزة على السيستم ده بتقولك هو مش مقيد ومن حقك لمدة 15 يوم ان انت تقيده ماشي معايا كابتن سيد تمام جي نادي تاني نادي تاني القصة اللي انت بقى حكيتها بس اختلط عليك الامر دخل على السي ام اس اللي هو السيستم بتاعنا المصري ده وطلب انه هو يستعلم عن نفس اللاعب ده من منطقة الجيزة هنا منطقة الجيزة من خلال السيستم تقوله استنى 15 يوم لغاية لما النادي الاهلي يقطع الشك باليقين لو النادي الاهلي ايده تمام ما ايدوش بتستنى انت 15 يوم كاملة عشان تبتدي انت تاخد اللاعب ده تايده طب انت جالك بعد ال 15 يوم اللي الاهلي ما ايدوش فيها هيجي السيستم يقولك ايه معاك 15 يوم ايده في الخمال طب انت ما ايدوش يخش واحد تاني واحدة كذا فهمت يا ابو كاباتن ما هو برضو الكابتن سيد يتكلم دلوقتي بس هام قاله بيحترمني جدا وكذا وكذا بس دخلت دخلت تي ام اس ليه لاعب مصر ما اناقولك كابتن سيد اي لاعب برا مصر حتى لو مصري ما فيش حاجة اسمها كده هو لاعب بيلعب في البرتغال وجاي مصر بيخش على ايه بيخش على تي ام اس يعني النهار ده كارابة ده لاعب مصر سيبك بقى من مصر والاجلاب بيمش فرق خالف مادم بيلعب برا مصر وجاي مصر هيبقى ده الانتقال بتاعه على الترانسليشن اه 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 ماتشنج سيستم تمام تمام ما فيش استعلام ولا حاجة ده كابتنسيت خالف ولا فيه تعطيل 15 يوم ولا الكلام ده خالف انا حكيت لك القصة المحلية لان هي فيها كلمة الخمستاشر يوم اللي انت قلته 15 يوم دولت موجودين فقط لغير في السيستم المحلي اللي هو سي ام اس انا شرحته لك فقط ليه عشان تعرف حكايات الخمستاشر يوم دي جات منين يعني لكن النظام الدولي بتاع التحاد الدولي ما فيش القصة دي اطلاق انا بشكرك ان انت دينت فرصة ان انا اشرح للناس النظام المحلي انا شخصيا اقسم بالله ما كنت عارف عندنا ان فيه النظام المحلي ده اللي هو سي ام اس ده بس لما استفسرت امبارح اقول امبارح بتاع عرفت النظام الجديد ده انا بشكل عليه مرة تالتة الاستاذ جمال علام والحج محمود الشامي والاستاذ وليد العطار ان انا ما كنت في تحده كرة كان بيقفوا صفوف ويعين المندوم كان بيجي الصبح يمشي بالليل دلوقتي كله عسس تاك 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 على طول بترد عليك واحد داخل يستعلم قولوا استنى 15 يوم لان استعلم عليه النادي الاهل استنى انت ل 15 يوم انا ذكرت ده انت ذكرت كلمة 15 يوم وكل اتحية لك يا كابتن سايد طيب اشتركوا في القناة